بثينة سيدة توفي زوجها وهي في الأربعين من عمرها وترك لها ثلاثة أطفال فعملت بأكثر من عمل شاق حتى أعجاها المرض وأصبحت لا تستطيع العمل واكتفت ببيع الخضروات في السوق لتنفق على أولادها وفي يوم مر بها الحاج أكرم فدعته لشراء بعض الخضروات منها فتعاطف معها لطيبتها وبعد أن سمع قصتها طلب منها أن تمر يوميا على مطعمه ليعطيها ما لذ وطاب لها ولأولادها ومنذ ذلك اليوم وأعمال المطعم في رواج ورخاء وكانت دعوات بثينة الصادقة له من أسباب هذا الرخاء وفي يوم كان المطعم مزدحمة وأقبلت بثينة لتأخذ الطعام كعادتها ولكن أكرم حينها صرخ في وجهها وقال لها ليس هذا الوقت المناسب للتسول بعد هذا الموقف بيوم ذهب أكرم إلى مطعمه الفاخر في وقت الذروة فوجد صالة الطعام شبه فارغة وبعد ثلاثة أيام أصبح المطعم خاليا تماما من الزبائن فأخذ أكرم يفكر في سبب هذا الركود خاصة وأنه لم يقصر في جودة الطعام ولم يزد الأسعار وفجأة توقف عن التفكير وسأل أحد عماله هل حضرت بثينة اليوم لتأخذ الطعام؟ رد العامل لم تأتي منذ ثلاثة أيام وفي حزن تذكر أكرم خطأه معها فذهب مسرعا إلى المكان الذي تجلس فيه بالسوق فوجد سيدة أخرى تجلس مكانها وعندما سألها عن بثينة قالت له بحزن في ليلة عادت لمنزلها لا تحمل عشاء لأولادها كما اعتادت لتصاب بحزن شديد أفقدها وعيها وسقطت في الشارع لولا أن أنقذها بعض الطيبين ثم وصفت له مكانها فعاد إلى المطعم وأخذ منه أشهى المأكولات وذهب بها إلى بيت بثينة وعندما فتحت له ابنتها الكبرى وجد البيت كله عبارة عن غرفة واحدة وبثينة على فراشها تنظر إليه بنظرات لوم وعتاب بينما أولادها عيونهم معلقة باللفافة التي معه بعد أن ملأت روائح الطعام الغرفة وفي خجل كبير قال أكرم لها لقد خرجت كلمة من لساني دون وعي مني ودون أن أعلم أن الكلمة من الممكن أن تحيي وتميت وأطلب المغفرة مسحت بثينة دموعها وقالت له أسعدك الله وسترك ويسر لك كل عسير غادر أكرم البيت سعيدا بعد أن وعد بثينة بعلاجها وأعطاها مبلغا كبيرا وما إن وصل إلى المطعم حتى وجد زحاما شديدا بصالة الطعام وزبائن على قائمة الانتظار والعاملون كخالية النحل لا يستطيعون تلبية الطلبات فسأل أحد عماله منذ متى هذا الزحام فقال له منذ ساعتين تقريبا نظر أكرم في ساعته وعرف أنه نفس توقيت وصوله عند بثينة ليتعلم الدرس ويعرف أن الله المعطي يعطي من كرمه لنعطيه ترجمة نانسي قنقر